أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس الوزراء القطري أن مفاوضات الهدنة بشأن غزة تمر ببعض التعطر مشينا إلى أن الوسطاء يحاولون التغلب على العوائق الوضع حد للمعاناة ذات يلاقيها أهالي القطاع وخلال لقائه برئيس الوزراء الروماني لبحث التطورات في الشرق الأوسط أكد رئيس الوزراء القطرية أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة ومعقدة داعيا كافة الأطراف لخفض التصعيد وانتقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ازدواجية المعايير لدى بعض الدول بشأن الصراعات خاصة العدوان على قطاع غزة مشاددا على ضرورة وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر